بعد ان فرغ من زلات بايدن بدأ ترامب هجومه على خليفته المحتملة كامالا هاريس بسلاح ضحكتها محاولا اثبت عدم اهليتها لمنصب الرئيس الامريكي ويبدو ان صدى محاولات ترامب يتردد في مواقع التواصل الاجتماعية حيث تدول روادها مقاطع لكمالا وهي تقهكه بشكل هستيري مترافقة بسيل من الانتقادات وصلت الى حد اتهامها بالادمان والجنون تينا ماكوين المعلقة الاسترالية اليمينية المتطرفة ايضا وغيرها من اليمينيين المحافظين باتوا يشهرون سلاح الضحكة في وجه هاريس ففي عالم السياسة لابد من تحليل الظهور الاعلامي وفقا لقواعد البروتوكول العالمية بما فيها ان لم يكن اهمها لغة الجسد وبما ان الفترة الراهنة تشهد تسليط الاضواء على كامالا هاريس فلا اقل من التفرغ لكل ما يعنيه ظهورها وضحكتها ليست استثناء طالما انها لدى هاريس تعتبر مثار جدل بين الاوسط السياسية وخارجها الا ان كامالا ربما كان لها رأي اخر في مقطع نشرته سكاي نيوز استراليا متسائلة عن معنى حديثها الذي وصفته بسلطة الكلمات وبعيدا عن اليمينيين او من يوصفون بكاره النساء والذين بحسب مقال لصحفة ذا اطلانتك بعنوان كامالا هاريس وتهديد ضحكة مرأة يحاولون ايصال الجمهور الى حد الاشمئزازي من هاريس يرى مراقبون عن الاهتمام الاعلامي المبالغ به بضحكة هاريس يعود الى كونها تاكس اسلوبها في التواصل بوصفها جزءا من شخصيتها وهنا يبرز توقيت الضحكة الذي يمكن من خلاله تفسيرها بشكل دقيق تبعا للموقف ففي بعض الاحيان تضحك هاريس عندما تطرح عليها اسئلة حساسة او صعبة غالبا خلال المؤتمرات الصحفية وهنا يجتمع مراقبون على تفسيرها على انها تتخذها كوسيلة للتخفيف من التوتر او ربما للهروب من الاجابة مباشرة بحيث يتسنى لها التفكير في الرد الافضل بينما يرى اخرون جاذبية استثنائية في ضحكتها الملفتة للنظر والتي تظهر شخصية واثقة ما يمنحها كاريزما اضافية ويجعلها محط انظار الجمهور ووسائل الاعلام اما المؤيدون فيرونها جزءا من شخصية هاريس المريحة وهو ما يؤكد حقيقة ان السياسيين كغيرهم من البشر لديهم طرقهم الخاصة للتعامل مع المواقف المختلفة فيما يعتبر المنتقدون انها لا تعكس جدية وتقلل من شأن القضايا المهمة اذا ما اطلقتها في غير مكانها